اشتركوا في القناة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فنواصل حديثنا في بيان معنى الإيمان عند الأشاعرة من خلال قول النظم رحمه الله تعالى وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق إذن الإيمان عند علماء التوحيد وعند الأشاعرة على وجه الخصوص لأننا معهم نتحدث الآن في هذه المنظومة فالإيمان حقيقته أنه التصديق بالقلب التصديق بالقلب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في ذلك الإيمان بالله وما إن بنى على ذلك وتفرع عنه من الإيمان بالملائكة واليوم الآخر والكتاب وغير ذلك ثم إلى جانب هذا الشطر الذي هو متعلق بالتصديق القلب الباطني هناك الشطر العملي هذا الشطر العملي وقع الاختلاف فيه هل هو يعني جزء أيضا من حقيقة الإيمان أو ليس جزءا وإنما هو شرط لذلك قال والنطق فيه الخلف أي والنطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله هو من الإيمان لكن هل هو من صميم الإيمان ومن ماهيته وحقيقته أم هو شرط فيه والنطق فيه الخلف أي في كونه شرطا أو ركنا اختلاف بين علماء التوحيد والنطق فيه الخلف بالتحقيق أي هل الإيمان شرط في أو هل النطق بالشهادتين شرط في الإيمان أم إن النطق بالشهادتين إنما هو ركن لأن الركن والشرط متباينا على كل حال لأن الشرط خارج عن ما هي الشيء فإذا قلنا بأن النطق بالشهادتين شرط في الإيمان معنى أنه خارج عن حقيقته يعني يمكن أن توجد حقيقة الإيمان إذا عقد القلب على الإيمان بالله عز وجل ويكون النطق بالشهادتين خارجا عن هذه الحقيقة بمعنى أنه ولو لم ينطق إذا عقد قلبه على الإيمان بالله عز وجل فهو مؤمن ولو لم ينطق إذا اعتبرنا النطق بالشهادتين والترفض بهما شرطا لا ركنا وقد عبره هنا عن الركن بالشطر بالشطر فقال فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر إذا النطق بالشهادتين هل هو من قبيل يعني التصديق الباطني فيدخل في حقيقة الإيمان أم هو من قبيل العمل بمقتضى ذلك التصديق فوقع الخلاف كما ذكر أولا وقع الخلاف بين علماء العقيدة بمجه عام ومنهم من قال إن النطق بالشهادتين هو شرط يعني تكتمل حقيقة الإيمان وتوجد ماهيتها بدونه ولكن هو شرط لهذا الإيمان ليكون إيمانا كاملا تاما سليما لابد من النطق بالشهادتين وطائفة أخرى قالت لا الأمر أكثر من ذلك الأمر أعمق من ذلك قالوا إن النطق بالشهادتين هو جزء من حقيقة الإيمان فهو ركن في هذه الماهية وهذه الحقيقة فمن لم ينطق بالشهادتين فليس بمؤمن أصلا ولكن النطق هنا إنما هو متعلق بالقادر على النطق لأنه نتحدث عن المتكلم ولا نتكلم عن الأخرس أو عن الذي لا يستطيع التلفظ بلسانه الذي لا يستطيع ذلك فيكفيه الإيمان بالقلب ولكن الكلام عن من يقدر على النطق ولم ينطق فعلى ذهب هؤلاء الذين قالوا إن النطق بالشهادتين جزء من حقيقة الإيمان وركن في هذه الحقيقة وشطر منها فلا يكون إيمان أصلا إلا بالنطق بأن يقول للمؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إذن فثمرة الخلاف بين الطائفتين أن الطائفة الأولى التي اعتبرت النطق بالشهادتين إنما هو شرط وأن ما ينبغي أن يكون أو أن الركن والحقيقة هو أن ينعقد القلب على الإيمان بالله عز وجل وما ينبني على هذه القضية الكبرى فهؤلاء عندهم أن القلب إذا انعقد على الإيمان بالله ولم ينطق اللسان بالشهادتين فهذا مؤمن هذا مؤمن لكنه على كل حال إيمانه يحتاج إلى هذا الشرط فلا ينفون عنه الإيمان لا ينفون عنه الإيمان لأنه مؤمن بمجرد أنه انعقد قلبه على الإيمان بالله والتصديق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما على الطائفة الثانية فمن انعقد قلبه على تصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالله تعالى وبكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بالشهادتين فهو أصلا ليس بمؤمن لأن جزءا من حقيقة الإيمان ليس موجودا وهو أن ينطق بالشهادتين فإذا النطق بالشهادتين من العلماء من يعتبره يعني من قبيل العمل فقط ومنهم من يعتبره من قبيل حقيقة الإيمان جزء من حقيقة وما هي الإيمان فقيل شرط كالعمل الذين قالوا بشرطية النطق بالشهادتين اعتبروه كالعمل لأن المؤمن إذا آمن بالله عز وجل يعني على المذهبين معا على القولين معا لو أن العبد آمن بالله عز وجل ونطق بالشهادتين قولوا نحن نطق بهما ويعني كان مؤمنا عند الطائفتين معا تفق على أن هذه الصورة يكون بها مؤمنا فلو لم يعمل أي عمل لم يصلي ولم يصم ولا كذا ولا كذا لم يعمل أي عمل يعني آمن ومات مثلا فهذا مؤمن عندهم جميعا لا خلافة في أنه مؤمن لأن العمل إذا انتقص فلا يكر على الإيمان بالإبطال يعني حتى لو أنه مثلا لم يعمل عمدا عذوانا فهو مؤمن عاص إذا ترك الصلاة فهو مؤمن عاص بتركه الصلاة وإذا ترك أي شيء آخر من غير الصلاة وهو مؤمن منعقد قلبه بهذا الإيمان فهو مؤمن وفي نصف وقته هو عاص ولذلك قال فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر أي ركن ثم قال والإسلام شرحن بالعمل إذا الجانب المتعلق بالعمل هو الذي يترجم حقيقة الإسلام فالإسلام كله عمل يعني أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله لأن هذا عمل باللسان قول باللسان وأنت تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام هذا كله عمل فالإسلام كله عمل فإذا الإيمان أمر غيبي يعني مستتر في القلب باطني وأما الإسلام فأمر يعني يرى أمر ظاهري لذلك إنما نحكم على الإنسان بما نراه من إسلامه أما إيمانه فهو يعني مخفي عنا لذلك قال الله تعالى قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إذن الحكم على الشخص إنما يكون بما يظهر للعيان وإنما يظهر للعيان شعائر الإسلام وعبادات الإسلام وما أوجبه الإسلام وفرضه على المسلمين فهذه نراها نراه يدخل إلى المسجد نراه يصوم نراه يحج أما الإيمان فهو أمر داخلي باطني قلبي لا نستطيع العلم به ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لكن له آتار التي يمكن أن نستدل بها عليه فقيل شرط كالعمال وقيل بالشطر ولس لا مشرحن بالعمل إذن الإيمان هو هذه هي حقيقته أما الإسلام فهو يعني العمل المتمثل في الشهادتين والنطق بهما وفي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذه هي الأعمال الكبرى الأسس لما سواها والقواعد لما سواها الدالة على إسلام المرأة ثم مثل فقال مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة إذن مثال العمل الذي هو تفسير للإسلام وشرح لحقيقة الإسلام والإسلام شرحن بالعمل مثال هذا الحج قدم الحج لا لكونه أفضل من ما سواه وإنما للوزن فقط لأن الوزن يفرض عليك أن تقدم وتأخير وقد يفرض عليك أن ترتكب بعض الضرورات وما إلى ذلك فتقديمه الحج ليس دليلا على أفضليته على ما سواه بل إن أفضل العبادات على الإطلاق الصلاة كما في الموطأ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فمن حفظها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع أو كما جاء إذن فهذا الترتيب الوارد هنا ليس مقصودا وإنما إذ طره إليه الوزن مثال هذا الحج فالحج فريضة من فرائض الإسلام وتظهر فيها قيم إسلامية كثيرة ومن بينها أن المسلم عندما يقصد الأماكن التي يؤدي فيها هذه العبادة يقصد مكة يقصد البيت الحرام يقصد مينا يقصد عرفات إلى آخره فكل هذه الأماكن التي تؤدى فيها عبادة الحج وشعائرها ومناسكها كلها تذكرنا بالآخرة لأن الإنسان يكون محرما يكون في حالة هي التي يكون عليها يوم القيامة فليس عليه إلا شملتان شملة من فوق وشملة في الأسفل ولا مخيطة ولا محيطة ولا ترفيها ولا 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 من الأمور التي يعني كان يفعلها في بلده فهو يتخشن ويتعلم هذا التخشن ويتذكر بذلك التخشن يوم القيامة ذلك اليوم الذي نعرض فيه على الله عز وجل حفاتا عراتا إلى آخره فإذا هذه واحدة من أكبر مقاصد الحج أنه يذكرنا بالآخرة ويعلمنا التخشن حتى لا ننجر وراء رفاهية الحضارة ورفاهية العيش والمقصد الثاني من المقاصد العظمى هو الشعور بالوحدة وأن هذا الدين هو للجميع للأمة كلها لأنه عندما يحج من كتب له أن يحج فإن تلك الأماكن التي تؤدى فيها مناسك الحج وشعائره يعني يلتقي فيها المسلمون من جميع الأجناس عرباً وعاجماً ومن جميع الأجناس التي في الأرض يجمعهم الإسلام إلى ذلك المكان فيؤدون المناسك ويعني يلتزمون بما يجب الالتزام به من الأخلاق ومن الفضائل والمكارم التي ينبغي أن يتعلموها قبل أن ياتوا إلى هناك إذن فالحج يعلمنا أخلاقاً يعني لا يمكن أن نتعلمها بسهولة في سوى الحج ومن هذه الأخلاق يعني الإيثار والصبر لأن الإحرام لو أنك إن دفعت إلى فعل ما يعني ما هو من ممنوعاته ومحضوراته فيلزمك الكفارة حينئذ بما يناسب الفعل الذي يجب الكفارة قد يصل ذلك إلى الهدي إلى الدام فلذلك يتعلم الإنسان كيف يضبط نفسه حتى لا يقع في محضور من محضورات الحج أو محضورات الإحرام ويتعلم كذلك الأخلاق العالية لأنك إذا ضبطت نفسك ولم تعد تحب نفسك أكثر مما يجب واندافعت إلى حب الآخرين وإلى مساعدتهم وإلى الإقبال عليهم وقضاء حوائجهم فهذا من شأنه على كل حال أنه يرب الإنسان وكأنما يعيد بناءه ويعيد صياغته حتى يعود إلى بلده واقتخلص من جميع العادات السيئة فضلا عن تخلصه من الذنوب المرتكبة ويشعر أيضا بالوحدة بأن كل من حوله من هؤلاء الذين هم من أجناس مختلفة يشعر بأنهم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فأبودون مثال هذا الحج ثم قال والصلاة أي من الأعمال الكبرى التي تفسر الإسلام وتدخل في حقيقته الصلاة فريدة الصلاة وهي كما قلنا من خير الأعمال التي أمرنا بها خير الأعمال الصلاة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة لأنها عبادة تقرب العبد بربه وتصرفه أيضا عما لا يلق بالمسلم من الفحشاء والمنكر وغير ذلك من المحرمات والمنهيات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك الصلاة من مقاصدها أنها تذكرنا بالله عز وجل وتجعلنا ذاكرين له أقيم الصلاة لذكري ولها فوائد كثيرة فإننا نتعلم في الصلاة أخلاقا أيضا كما نتعلمها في الحج لأن الصلاة التي هي في يعني أكمل صورة لها وفي أعلى مقام هو أن تكون في الجماعة أن تكون في الجماعة وإذا صلينا في الجماعة فتلك الجماعة التي صلينا فيها مع الإمام هي في الحقيقة مجتمع مصغر مجتمع مصغر المجتمع بتمامه وكماله فيه راع وفيه رعية وفيه شورى وفيه أخلاق عالية كذلك بالنسبة للصلاة فيها راع ورعية فيها إمام ومؤمون وأن هذه الصلاة مسؤول عنها الإمام نفسه وكذلك الرعية التي وراءه أو المؤمومون الذين وراءه هم أيضا مسؤولون عن هذه الصلاة يعني يجب أن يستحضروا أنهم أمام الله عز وجل ويجب أن يعلموا أنهم مسؤولون عن هذه الصلاة فينبغي أن تسير من أولها إلى آخرها صحيحة سليمة فإذا أخطأ الإمام فيجب أن ينبهوه فهم مسؤولون عن هذه الصلاة ولذلك حينما يتجه المسلمون في مسجد من المساجد إلى القبلة ففي الحقيقة هم يعبرون بذلك عن أن لهم في هذه الدنيا كلها وفي هذه الحياة أجمعها وجهة واحدة أن لهم وجهة واحدة تنهي إلى الله عز وجل ولذلك قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها الناس لهم وجهات ومذاهم وتيارات واتجاهات كثيرة فكريا وعمليا وفلسفيا وما إلى ذلك لكن وجهة المسلمين حيث ما كانوا هي التوجه إلى الله عز وجل التوجه إلى بيته والتوجه إلى بيت الله الحرام ليس مقصودا في ذاته وإنما المقصود توجه القلب إلى مولاه ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين إلى آخر الآية هذا هو البر الذي هو جماع الخير والذي جزء الأكبر منه الإيمان فإذا في الصلاة نعلم هذه القيم كلها في الصلاة نطبق الشورى لأنه إذا كنا في مسجد ليس له إمام راتب ونريد أن نقدم منا أحدا إماما عارضا أو عارضيا فينبغي أن نتفق عليه أو على الأقل يتفق الأكثر عليه لا بد أن نتشاور عليه ولا بد أن نقدم من نرتضيه وهكذا ثم كما قلنا إذا وقع الخطأ فلا بد أن يتحمل المؤمومون مسؤولية هذا الخطأ فيرد الإمام إلى الصواب والرشد وهكذا إذن مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فالصيام أيضا فريضة داخلة في حقيقة الإسلام ومترجمة الله ومفسرة الله والصيام يعني مدرسة أخرى نتعلم فيها الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية وهو أننا نتعلم الصبر والكف نصبر على الجوع والعطش وعلى قول ما لا يجوز قوله وفعل ما يحرم فعله هذا على كل حال نرب النفس ونهذبها ونزكيها بهذا الصبر وكذلك أيضا هو كف الصيام صبر وكف نكف عن المحرمات نكف عن المنهيات نكف عن كل ما من شأنه أن يبطل الصيام وينسف حقيقته أو أن ينقص من قيمته ومن مقداره لأنه قد تكون صائما ويجزئك هذا الصيام ولا تطالب بالقضاء ولكن قد يكون على وجه يبطل لك الأجر يبطل لك الأجر فلو شهد الإنسان في نهار رمضان بالزور وقال الكذيب واغتاب الناس وما إلى ذلك فمن حيث إنه أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو صائم ونقول له في القول المشهور على كل حال الذي عليه الأكثر أنه لا قضاء عليه ولكن في نفس الوقت لا ثواب له فقد أبطل ثوابه بوقوعه في هذه الأمور المنهية عنها لأن العلماء فيما وقع فيه الصائم من المنهيات منهم من قال هو صيامه أصلا غير صحيح وهذه فئة قليلة تشددها كذا وفئة العريضة قالوا إنه لا يطالب بالقضاء ولكن لا ثواب له لا ثواب له كذا الصيام فدري والزكاة آخر ما ذكره الزكاة وهي كذلك فريضة مهمة تعلم الإنسان وتدربه على الإنفاق في سبيل الله وإيثار غيره على نفسه وتدربه على إخراج حقوق الله عز وجل وعدم البخل بها وعدم إمساكها لنفسه وما إلى ذلك فالزكاة حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء الذين ملكوا النصاب وزياده فهؤلاء يجب أن يزكوا أموالهم على الوجه المفصل في السنة النبوية فالأموال كثيرة الأموال لا تدخل فيها ثروة الزراعية والثروة الحيوانية والثروة التجارية والعين ذهبا وفضة وما إلى ذلك وما جد كذلك من أنواع الأموال ما جد مما لم يكن من قبل أموالا فصار أموالا هذه كلها وعاء للزكاة يجب أن يزكي عنها صاحبها على النسب المحددة شرعا لأن في هذه الزكاة تربية للنفس على الإنفاق والسخاء والكرم والعطاء وفي نفس الوقت أيضا هي تحدث التوازن بين طوائف المجتمع بين طبقات المجتمع فلا يكون هناك من يعاني الفقر ولا الحاجة ولا الخصاصة لو طبقت فريضة الزكاة وهناك أحكام كثيرة على كل حال تتعلق بالزكاة ومن بينها أن نعرف مصارفها الذين حددهم الله سبحانه وتعالى لا نعطي الزكاة لمن لا يستحقها فالمصارف التي تستحق الزكاة هي المذكورة في آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومن المساء التي ينبغي الفقه بها أن آل البيت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من من تحل لهم أن يأخذوا الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح نذي رواه مسلم وغيره من أعطاها عزكة من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله ثم قال لا يحل منها لآل محمد شيء عزمة من عزمة ربنا لا يحل منها لآل محمد شيء فمنع آل البيت من أخذ الزكاة لماذا؟ لأنهم كانوا يأخذون الخمس من الغناء معلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول لولد القربى واليتامى والمساكين إلى آخره إذن فكان لهم الخمس فأغناهم عن أن يأخذوا من الزكاة واعتبرت الزكاة في حقهم يومئذ كمن أخذ أوصاخ الناس آل البيت إذا أخذوا الزكاة من غيرهم فكما لو أخذوا أوصاخ الناس وإنما شبهت بذلك ليتعففوا عنها ولكن هذا إنما كان حينما كانوا يأخذون الخمس أما لما تقادم الزمان ومنعوا من الخمس وحبس عليهم فقد أفتى الفقهاء المتأخرون من المالكية ومن غيرهم أفتوا بجواز إعطائهم الزكاة بجواز أخذهم من الزكاة هؤلاء هم آل البيت وآل البيت كما قلنا هم من أسلم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كل قريب من قرابته أو من الأقربين له أسلم فهو من آل البيت وكذلك من ألحقه من غير قرابته كقوله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت سلمان منا آل البيت وقرابته وقع هناك اختلاف يسير بين الفقهاء والعلماء في منهم بالضبط أي فرقة وأي طائفة وأي فرع منهم يعني داخل معنا وأيهم ليس بداخل فالمالكية على أن آل البيت هم بن هاشم هم بن هاشم والشافعية توسع أكثر من ذلك فألحقوا فرعا آخر وهم بن المطالب بعض الكتب ذكرت بني عبد المطالب هذا في الحقيقة خطأ خطأ ويعني زيادة كلمة عبد هذا لا يمكن أن يكون لأن العبارة هي وزاد الشافعي بني بعض النسخ وضعها كذا زاد بني عبد المطالب هذا لا يستقيم لأن بني عبد المطالب هم من بني هاشم لأن عبد المطالب هذا هو ابن هاشم وابن هاشم هو ابن عبد المناف إذن فبن هاشم هذا باتفاق أنهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلوا مسلمهم في آل البيت إلا ما 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 يعني قصر أبو حنيفة من هؤلاء على البعض يعني آل علي وآل العباس وآل جعفار وآل عاقيل وآل الحارث يعني قصر على هذه الأسر وبعضها أقصاها طبعا لو ذهبت إلى هذه الأسر التي لم تدخل أو لم يدخلها فستجد أنهم لم يسلموا هذا هو السابع لكل حال إذن فالشافعية قالوا آل البيت هم بن هاشم كما قال الحناء الشأن الماركية وزادوا بني المطالب والمطالب هو أخو هاشم وزيادتهم وتوسيعهم هذا مبني عندهم على الحديث الذي رواه البخاري وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المطالب وهاشم شيء واحد إنما المطالب وهاشم شيء واحد أي بمنزلة رجل واحد فسوابنهما فبهذه التسوية أدخل الشافعي بني المطالب أي بني أخي هاشم لأن كل من هاشم والمطالب كل منهما ابن لعبد مناف فأبوهما واحد لذلك توسع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك وهذا مقتضى النص الذي رواه الإمام البخاري كذا الصيام فدري والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان هذه مسألة أخرى وقع الاختلاف فيها بين علماء العقيدة وعلماء التوحيد وهي أن الإيمان هل يمكن أن نقول إنه يزيد وينقص الإيمان هل يزيد وينقص أم إنه لا يزيد ولا ينقص لأنه شيء يتعلق بالقلب ولذلك لا يزيد ولا ينقص فهناك من قال إنه يزيد وينقص وهناك من قال إنه لا يزيد ولا ينقص وذلك في قوله ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان إذن الخلاف الدائر بين العلماء في الإيمان هل يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص الذين قالوا بأنه يزيد وينقص هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح الذي عليه الأكثر وذلك أننا نرى أن الإنسان يكون في حالة إيمانه فيها قوي ورفيع عال وأحيانا يضعف إلى أن يصير في الحضير فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بسبب الطاعة وينقص بسبب العصيان فإذن هذا الذي عليه الأكثر وإضافة إلى هذا فإن في القرآن الكريم آيات تدل على ذلك وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم التوكلون زادتهم إيمانا فأم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهكذا آيات كثيرة آيات كثيرة زادهم هدى يذلك كل حال هناك آيات كثيرة تبدل على أن الإيمان يزيد ولما كان الإيمان يزيد فمقابل ذلك يمكن أن ينقص يمكن أن ينقص لكن إنما يزيد وينقص بنسبة لسائر الخلق ولغير الأنبياء والملائكة فأما الملائكة فإيمانهم لا يزيد ولا ينقص لأنهم على كل حال مجبولون على ذلك الإيمان ولا يزيد ولا ينقص فهو في قمة لأنه لم يبقى له زيادة ولا ينقص لأنهم معصومون من ذلك وأما الأنبياء فإيمانهم يزيد ولا ينقص يزيد ولا ينقص يعني المستوى الذي هم عليه هو قمة ولكن قد تقع لهم تجليات ويزيد بها فوق تلك القمة أما مطلق الناس وعامتهم فهم الذين يزيد إيمانهم وينقص يزيد بسبب الزيادة وينقص بسببها وسبب الزيادة هو الطاعة هو الطاعة فبقدر ما يزداد المرء طاعة لله عز وجل وعاملا بمقتضى هذه الطاعة فإيمانه يزيد والعكس بالعكس إذا ضعف عمله لم يعد يصلي إلا الفرد ولا يصوم إلا الفرد ولا يفعل خيرا إذن فهذا لكل حال ضعفت طاعته فإيمانه نقص ورجحت ذيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان إذن فازدياد الإنسان في الطاعة من شأنه أنه يجعله زائدا في الإيمان يعني أنه يزيد الإيمان عنده بزيادة هذه الطاعة وكثرة الإقبال على طاعة الله عز وجل وفعل الخير ونقصه بنقصها ونقصه بنقصها أي ينقص الإيمان إذا نقصت الطاعة إذا نقصت الطاعة ونقصه بنقصها وقيل لا لا يزيد ولا ينقص وهذا هو القول المقابل إذن هل الإيمان يزيد والنقص قيل نعم وهذا هو الذي شرحناه وقيل لا لا يزيد ولا ينقص لأن الإيمان يعني هذا حدث قلبي هذا شيء هو فعل قلبي فلا علاقة له بالزيادة والإيمان إما مؤمن أو غير مؤمن هكذا قال هؤلاء الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص وقيل لا خلف هذا قول ثالث هناك من ذهب إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه ليس هذا مأتاها وليس هذا مدخلها بل إن الإيمان القلبي الإيمان في شطره القلبي لهو تصديق الباطني هو نفسه قد يزيد وينقص والإيمان الخارجي الذي هو متمثل في العمل بمقتضى الإيمان القلبي هو أيضا يزيد وينقص بمعنى أن الإيمان من حيث التصديق بعضهم قال هذا لا يزيد ولا ينقص وأين الإيمان الذي يزيد وينقص قال هو الإيمان المتعلق بالعمل هو العمل إذن يزيد بالعمل وينقص به يزيد بكثرة العمال وينقص بقلته وأما الإيمان الذي هو تصديق القلبي الإيمان لهو تصديق الباطني فهذا قالوا لا يزيد ولا ينقص ولكن هناك من قال حتى هذا يزيد وينقص حتى الإيمان الذي هو التصديق القلب الباطن الخافي قالوا حتى هذا أيضا يزيد وينقص لأنه بكثرة تعمق المؤمن في أدلة الإيمان وفي تجليات هذه الأدلة وبالنظر في ملكوت الله عز وجل وكثرة الإقبال على الله بالتفكر في ملكوته فهذا من شأنه أن يزيد الإيمان الباطن الإيمان للقلب وفوق هذا كله فقد يزداد الإيمان بزيادة الله تعالى له قد يزيد الله تعالى إيمان المؤمن يوفق هذا ويزيد إيمانه من عنده سبحانه وتعالى وغيره لا يفعل معه ذلك لأن الله تعالى يفعل ما يشاء يفعل ما يريد فهو حينما يرى عبدا من عباده آخذا بأسباب الإيمان وزيادته فهو يوفقه ويزيده في ذلك الإيمان من غير شيء آخر من غير سبب آخر إلا أنه متطلع إلى التعمق في الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولذلك فإن هذا الخلاف فيه جهتان هذا الخلاف الذي هو القول الثالث الذي قال فيه وَقِيلَ لَا خُلْفَةَ كَذَا قَدْ نُقِلَ وَقِيلَ لَا خُلْفَةَ أنا هذا القول الذي هو الثالث لأن القول الأول أن الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الأرجح وهو المعول عليه القول الثاني لا يزيد ولا ينقص القول الثالث يزيد في الإيمان القلبي يزيد في الإيمان الذي هو بالعمل ولا يزيد فيما يتعلق بالتصديق القلبي هذا هو القول الثالث وقيل لا خلفة أي إذا قلنا بأن الإيمان عندما ننظر إليه من جهة العمل المصدق له فهو من هذه النحية يزيد وإذا نظرنا إليه من الجانب النظر فقط وهو تصدق القلب الباطني فهو لا يزيد ولا ينقص هذا هو القول الثالث هذا القول الثالث نفسه يرد عليه قول آخر فرعي في الشطر الأول منه وهو أن الإيمان من جهة أنه تصديق قلبي باطني حتى هذا يزيد وينقص حتى هذا يزيد وينقص فصارت عندنا في الحقيقة أربعة أكوال قول أول أن الإيمان يزيد وينقص وهذا كما قلنا هو القول المرجح والقول المعول عليه قول الثالث مقابله وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص القول الثالث أن الإيمان يزيد في أحد شطريه دون الآخر فمن حيث الشطر النظري لا زيادته ولا نقص يعني أنه إذا انقص لم يبقى مومنا إذا زاد ره ما زال مؤمن هذا على كل حال يعني ثم إن القول الرابع هو متفرع عن الثالث وهو أنه يزيد وينقص فيهما أيضا يعني حتى في الإيمان القلب الباطني يزيد بكثرة تطلع العبد المؤمن إلى ما يعمق فيه ذلك الإيمان النظري بكثرة إقباله على الأدلة بكثرة إعمال نظره وتفكره دعك من العمال فإذن هذه كلها أقوال فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه قال ونقصه بنقصها وقيل لا خلف كذا قد نقل ثم انتقل بعد هذا رحمه الله تعالى إلى ذكر وبيان صفات الله عز وجل فهو أولا ذكرنا بأن أول ما يجب على العبد معرفة الله ثم بعد ذلك بنا على هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك انتقل إلى التفصيل وإلى البيان وعرض صفات الله عز وجل التي منها ومن خلالها نتعرف على الله سبحانه وتعالى فقال فواجبون له الوجوب والقدام كذا بقاء لا يشاب بالعدام وأنه لما ينال العدم مخالفون برهان هذا القدام إذن أصبح الآن وأخذ يعدد لنا الصفات التي هي واجبة في حق ربنا عز وجل والوجوب هنا وجوب عقلي واجبة في حقه تعالى أي لا يتصور العقل إلا وجودها ولا يتصور عدمها أبدا أول صفة بدأ بها هي التي يسمونها بالصفة النفسية لأن صفات الله تعالى التي ذكرها الناظم وغيره من علماء العقيدة الأشعرية هي عشرون صفة مقصامات عندهم إلى أربعة أقصام الصفة النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني والصفات المعنوية هذه أربعة أقصام القسم الأول فيه صفة واعدة وهي في الحقيقة أم الصفات ومبنى الصفات وأصل الصفات فكل ما سواها ينبني عليها ولا يوجد إلا بوجودها جميع الصفات الأخرى من غير الأولى التي هي الوجود لا يمكن أن تكون إلا بكينونة الأولى ولا مستقر لها إلا بوجود الأولى لذلك بدأ بها ولذلك سموها أيضا الصفة النفسية والمراد بالنفس هنا الذات أي الصفة المتعلقة بذات الله عز وجل فلا يمكن أن نصف الله تعالى بأنه مثلا يعني له قدرة وعلم وإرادة وكذا وأنه قادر عالم كذا لا يمكن مثل هذا أبدا إلا إذا انطلقنا من وجوده سبحانه وتعالى وسلمنا بوجوده وأقمنا الأدلة العقلية إلى جانب الأدلة الصمعية النقلية على وجوده لذلك بدأ به أو بدأ علماء العقيدة بهذه الصفة قال فواجب له الوجود فالوجود إذن أول صفة يجب الإيمان بها يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل موجود ويكفي الجسم بهذا يكفي أن يجزم العبد بوجود ربه عز وجل وأن يغرز في فكره وعقله أن الله تعالى خالق هذا الكون موجود وليس من الضرورة أن يخوض في التفاصيل والدقائق ومختلف فيه علماء العقيدة والتوحيد الوجود وقع اختلاف في علاقته بالذات العلية بالذات الله عز وجل وهنا أذكر بما قلته في الدروس الأولى وهو أننا عندما نستعمل بعض المصطلحات كالذات مثلا إنما لضيق اللغة ليس عندنا طريقة أخرى عندما نسمي الله عز وجل في تصورنا بالذات ذات الله فهذا للتقريب فقط وليس معناه أن لله تعالى ذاتا في شكل وعيان لا يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينطلق التصور منا إلى وجوده سبحانه وتعالى نقول لذلك الذات الذات وألفاظ أخرى عندما نستعملها فإنما نستعملها للتقريب فقط وحتى القرآن أيضا استعمل لإفهامنا ما يتعلق بربنا عز وجل مما لا نفهمه إلا بهذه اللغة استعمل مثل ذلك استعمل مثل ذلك فنسب إليه عز وجل أمورا كثيرة إنما هي للمخلوق ولكن ليس هناك غير ذلك هذه لغة محدودة بكلماتها وبحروفها وبأساليبها وباستلاحاتها فليس لك أن تخرج عنها ولا يمكن أن تعرف الله من غير هذه الطريقة ومن غير استعمال هذه اللغة لا يمكن أن يعرف الله بغير هذا إلا الله لذلك فبعض الألفاظ سنضطر فيها إلى استعمالها للتقريب فقط وليس لدلالتها الحقيقية والحسية والتي نستعملها مثلها في المخلوقات قل فواجب له الوجود إذن الصفة الأولى وهي الصفة النفسية هي وجوده تعالى وقد اختلف العلماء في هذه الصفة هل هي عين الذات أم هي غير الذات أقصد الأشاعر أنفسهم الأشاعر نحن الآن حديثنا دائما مع الأشاعر فقد اختلف الأشاعر في صفة الوجود هل هي عين الذات وإذا فسرنا كلام وإذا فسرنا كلام أبي الحسن الأشعري على ظاهره فتسمية الوجود صفة فيه تسامح فيه تجوز توسع في الكلام لأن الصفة ينبغي أن تكون غير الذات إن الذات هي المحل للصفة الذات هي الموصوف فالصفة غير الذات لا يمكن أن تكون هيه ولكن وهذا هو الذي جعل الفئة الأخرى يقولون إن الوجود غير الموجود وهذه كلمة وعبارة الإمام الرازي رحمه الله وهو أيضا أشعري قال إن الوجود غير الموجود بمعنى طبعا هو قال ذلك انطلاقا من أن الصفة غير الموصوف انطلاقا من أن الصفة ليست هي الذات عينها الموصوفة بهذه الصفة وبناء على ذلك فإن الوجود على هذا الكلام الذي هو الإمام الرازي أن الوجود إذا اعتبرناه يعني أن الوجود غير الموجود فهو حال اعتباري على هذا الأساس يكون الوجود بهذا يعني التعريف للإمام الرازي يكون الوجود حالا والحال عند علماء التوحيد هو الواسطة بين وجود الصفة وعدمها بين أن تكون موجودة وبين أن تكون معدومة فإذا وقع الخلاف في الوجود هل معناه أنه هو الذات هل الوجود معناه شيء واحد فقط هو الذات فلا يكون حينئذ له تعلق لأن الصفات القادمة كلها لها تعلق حينما نقول القدرة فالقدرة لها تعلق والمتعلق هنا هو المقدور هو الشيء الذي وقعت عليه القدرة المقدور الإرادة لها تعلق هو المراد العلم له تعلق هو المعلوم وهكذا في صفات كلها يكون لها تعلق صفات المعاني كلها عندها تعلق لكن الوجود على هذا الأساس وعلى ما عرفه به أبو الحسن الأشعري لا يتعلق بشيء لا يعني غير الدات الإلهية فهذا الذي جعله يقول الوجود وعينه الموجود وإذا كان الوجود هذه الصفة هي نفسها المصف فلماذا نجعلها صفة وهي غير صفة هي الدات نفسها قالوا لأنها وإن كانت يعني هي الدات وأنه لا وجود لهذه الصفة في الخارج لكن من ناحية اللفظية من ناحية اللفظية حتى نقرب المعنى حتى نقرب المعنى أما على مذهب الرازي فالوجود صفة هي غير الموجود وبناء على هذا للوجود وجود في الخارج أما على مذهب أبو الحسن الأشعري فالوجود هو الدات أي لا وجود للوجود في الخارج وهذا كله مبني عندهم على القول بثبوت الحال أو في الحال والحال كما قلنا هي الواسطة بين الوجود وبين العدام بين الوجود وبين العدام وسيتضح ذلك أكثر شيئا ما عندما نصل إلى الصفات المعنوية الصفات المعنوية والفرق بين الصفات المعنوية في هذا الجانب هذا جانب الحال ثبوتا أو عدما وبين الوجود الذي عند الرازي هي أيضا حال وليستني صفة لأن الصفات المعنوية معللة بعلة معللة بعلة فالقادر معلل بقدرة والعالم معلل بعلم وهكذا أما الوجود فليس معللا بعلة الوجود غير معلل بعلة إذا قلنا معللا أنه معلل بعلة سنقع في مشكل لأنه لا يعني غير الدات لا يعني غير الدات والدات واجبة الوجود إذن قال فواجب له الوجود إذن هذه الصفات النفسية ثم ذكر خمس صفات أخرى هي الصفات المعنوية هي الصفات السلبية لأنها تسلب عن الله عز وجل كل نقص لا يليق به فقال والقدام كذا بقاء لا يشاب بالعدام وأنه لما ينال العدم مخالف قيامه بالنفس وحدانية هذه الصفات الخمس هي المسمات بصفات السلبية أو بصفات السلوب أو بصفات السلبية وسميتها كذا لأن كل واحدة منها عندما نتصورها نتصور أن ربنا عز وجل منزه عن النقائص فالنقائص لا تحيط به ولا يعني توجد فيه أبدا لذلك قال فواجب له الوجود والقدام أول الصفات السلبية القدم والقدام صفة أزلية قديمة ليس قبلها عدم يعني غير مسبوقة بعدم هذا هو معنى القدم أي الذي لا أولية له والله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معاه شيء ولم يسبقه أحد ولم يكن هناك وقت لم يكن فكان فالله عز وجل لا أولية له لذلك من أسمائه الحسنى الأول هو الأول ثم مقابله البقاء فالقدام هو ما لا أولية له ومقابله البقاء وهو الذي لا آخرية له فالقدام هو الذي ليس مسبوقا بعدام والباقي هو الذي غير مسبوق غير ملحق بعدام فلا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم أما حينما نقول لا يسبقه عدم فمعنى هذا أنه قديم وحينما نقول لا يلحقه عدم فمعنى هذا أنه باق والتعبير بالقدام أو بالقديم قد يرادفه عند كثير من العلماء التعبير بالأزل فنقول قديم وأزلي وهناك من فرق بين القديم والأزلي فالقديم الذي لا أولية له لا أولية له على الإطلاق والأزلي لا أولية له وجودا وعدما بمعنى أن الشئ الأزلي قد يكون يعني موصوفا بأنه وجودي وقد يكون موصوفا بأنه عدمي يعني ما كان منعدما في الأزل فهو أزلي وما كان موجودا في الأزل فهو أزلي فعلى هذا الأزلي أعم من القديم وهناك من لم يفرق بين القديم والأزلي فالله عز وجل قديم لأنه غير مسبوق بعدام وهو باقي لأنه غير ملحق بعدام وأنه لما ينال العدم مخالف أي كل الأشياء التي ينالها العدم ويصيبها العدم وتنعدم بعد أن تكون موجودة كلها حوادث والله تعالى يخالفها ولا يماثلها أبدا فمن صفاته السلبية أنه يعني لا يماثل الحوادث وأنه مخالف لها على الإطلاق نكتفي بهذا القدر وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر